أم أحمد في اللقاء الماضي طول أنا حيرانة مش عارفة أقول إيه في ناس انقسموا إلى فريقين أنا لا أعرف من على الحق وحتى لو عارف من على الحق ما بعرفش أرد على أبنائي ولا على أقاربي ماذا أفعل؟ أسكت أم ماذا؟ شيخ الكريم أقول للسائلة الكريمة الحق واضح وأبلج والباطل لجلج وإذا ما كنت أعرف الحق سأرد بكل وضوح ولا أخشى في الحق لوم تلائم وسأبين لابني وبنتي وأختي وجاري وأقول قولة الحق لله الكبير المتعال لكن مشكلتنا أن الحق في نظر الناس حسب ما يرونهم لا حسب ما يرى الشر كل من يتصل بك أنا أقصد إخواننا متصلين في الحق بالتأكيد لكن أقصد على العموم سواء كان في المسجد أو في الشارع أو في أي مكان يريد الحق من وجهة نظره هو وإذا قلت له قولة حق ترضي الله ورسوله لكنها تصطدم مع هواه ومع مبادئه صرت أنت عنده ظالما وصرت أنت عنده منكثوبا وصرت عرضك مباح وإلى آخره هذه كارثة وهذا مما يقع فيه كثير من المسلمين اليوم فأقول للجميع الحق لا بمخياري ولا بمعيارك ولا بمعيار الآخرين إنما بمعيار الشر بمعيار الله ورسوله لو المسألة مثلا أخت صلى الله عليه وسلم أخت أعدى مع أخواتها جالسة مع أخواتها أو شاب مع جيرانه وأصحابه وفي خلافة أي مسألة وفي جدال لو سكت يكون قد أصاب نعم قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربط الجنة في وسط الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا نجلس في جلسة مجموعة من الناس من الإخوة ومن الأخوات يعني على حدة كل ثم تيزبنا أطراف الحديث في الأحداث في أمور كثيرة أصلح الله حالي وحلق وجدته أن كل إنسان متشبس برأيه بل سيجرنا إلى الجدال العقيم الذي لا يصل إلى الحقيقة وأحيانا ببفي قطع صلاة الرحيم أمك الله نعم نعم